أرسل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة لطلاب الصف الأول الثانوي قائلا برافو طلاب أولى ثانوي علمت من الإدارة التكنولوجية لبنك المعرفة المصري ونظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري أنه خلال 28 يوم اللي فاته تم تحميل 126 تيرابايت من المصادر التعليمية للتابلت الموجودة مع أولادنا وأضاف شوقي المحتوى الكلي المطبوع لمكتبة الكونجرس الأمريكية يوازي 10 تيرابايت أي أن طلاب مصر قرأوا ما يوازي 12.6 ضعف من مكتبة الكونجرس الأمريكية في أقل من شهر واحد وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الأرقام موثقة ودلت على استجابة أبنائنا السريعة لفرص التعلم الجديدة وتوافر رغبة لديهم في الاستفادة لفرص تعلم حقيقية رغم جميع حملات التشكيك بالمنظومة وبقدرات أبنائنا تحيى مصر بشبابها وعقلائها والذين أثبتوا أن مصر فعلا تستطيع ترجمة نانسي قنقر